كلام ده كلام بقى مهم جداً قوي خالص كلامنا مع دكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل خد بالك العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالم نورنا أولاً دكتور الله يخليه إزاي الصحة؟ حيا الحمد لله بخير يعني أنا بشكرك على الفرصة الجميلة دي وإن شاء الله تبقى يعني لقاء مفيد نعرف فيه الهيئة وأنشطتها وتبقى يعني فقرة كويسة وإحنا بنتكلم حتى قبل الفقرة على طول قلت لي الكلام مع الدكتورة مية تلميثاني كان ليه مدخل آخر كمان عند حضرتك إنكم بتشوفوا علم كتير من اللي موجودين واللي يمكن مشيه مصر في السبعينيات كتير منهم عاوز يرجع الحقيقة يعني يعني بعد كبير من المهم جداً لمصر إن إحنا عندنا مصريين علماء في معظم التخصصات العلمية في أماكن مرموقة جداً وقت ما بنعوز نطلب منهم أي استشارة أو أي حاجة يقدموها للبلد بتلاقيهم فوراً موجودين فترة الأجازات بتاعة أعياد رأس السنة الحقيقة كان عدد كبير منهم موجود هما في أجازة بس بتلاقيهم في كل جامعات مصر في محاضرات بيجوا يزورونا يقدمو لنا كل جديد هما شايفينه فده الحقيقة لازم الواحد يشكرهم يعني وده فعلاً بعد في مصر مش هتلاقيه في دول كتير ترجمة نانسي قنقر